طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أعطيكم العافية جميعا راح نكون معكم في شرح اللاب الثاني اللي راح يتكلم عن الأبنديكولر سكليتون الأبنديكولر سكليتون مكون من أبر لمب و لور لمب زي ما بتعرفوا والأبر لمب مربوط معلة رنك بالبيكتورال جيردل البيكتورال جيردل يتكون من عظمتان اللي هما الإسكابيولا زائد إيش لكلابيكل فرح نبدأ بالإسكابيولا هاي الأسماء هي للأشياء الموجودة بالشكليست فسر راح نشوفها على الصور فأول إشي عظمة الإسكابيولا هي عبارة عن شكل مثلث تمام فهذا الشكل المثلث كيف بيجي بيكون فيه إلو ثلاث أضلاع وثلاث زوايا تمام الثلاث أضلاع superior border, medial border و lateral border تمام يعني واحد فوق وواحد medialي وواحد lateralي والثلاث زوايا وحدة superior وحدة inferior وهاي الجهة اللي هي lateral angle تمام هنا زي ما أنتوا شايفين هاي الفتحة اللي هون أو مش الفتحة اللي زي الحفرة الكبيرة هاي بسميها sub scapular fossa يعني الترجمة الحرفية هي الحفرة التي توجد تحت الإسكابيولا هي مش تحت الإسكابيولا هي هذا الجزء الأمامي منه تمام بس لأن الإسكابيولا زي كأنها مسكرة عليها بتحتويها فمسميناها sub scapular تمام في عندي بالإسكابيولا هيك بروزين مهمات كثير لهم هاي الكوراكويد بروسس جاي يعني هم بشبهوها بمنقار الغراب وعندكم الأكرومينو بروسس اللي هي إيش بتيجي مرتفع على فوق تمام كلمة أكرو يعني الإشي المرتفع فعندي هاي الأكرومينو بروسس وعندي إيش الكوراكويد بروسس وعندي هاي الفراغ اللي هون اللي هو إيش لغلينويد كابيتي اللي بيستقبل الهدء في هيوميروس تمام غلينويد كابيتي أو غلينويد فصة بصير لثنين صح فزي ما أنتو شايفين هاي صورة بوستيرير للسكابيلا راح أشوف إنه بلاقي عندي الاسباين هذا وهو إشي يعني كثير بارز في الصورة نهاية الاسباين لاتيرالي اسمها أكروميون بروسس وراح ألاقي كمان إنه الاسباين من فوقيها ومن تحتيها في عندي فصة من فوق بسميها سوبرا سباينس فصة وعندي فصة من تحت بسميها انفرا سباينس فصة فكم فصة صار عندي في الاسكابيلا صار عندي ثنتين من وراء سوبرا و انفرا سباينس وعندي إيش واحدة من الأمام اللي شو سمتها سوبرا سباينس فصة كل واحدة فيها عضلة على اسم الفصة فالسوبرا سباينس فصة فيها مصل شو بسميها سوبرا سباينيتس وتحت infraspinatus وهنا شو بسميها subscapularis تمام هاي بالنسبة للسكابيلا هسا بدنا نروح الى اول عظم في الليمب يعني نفسه في الجزء الطرفي اللي هي لهيوميرس لهيوميرس كيف مكونة بما انها long bone فراح الاقي فيها هيد وراح الاقي ايلها شاف تمام ويلها باس منتحد فهذا الهيد دائما اي هيد بيجي بعديه ايش نك فاول اشي عندي الهيد بعديها لانه تمي كالنك مباشرة بعديها عندي التوبيركلز اللي هم الكريتر واللسر توبيركل وبعد التوبيركلز عندي ايش السيرجيكال نك هذا السيرجيكال نك لشو كان مهم انه اذا صار فيه فراكتر اي نير بتأثر الاكزيلاري نير تمام وبعد السيرجيكال نك لتحت بلاقي هذا البروز اللي موجود لتيرالي بنص العظمة باللتيرال بسميه ايش بسميه دلتويد توبروستي هذا اللي اشرت عليه هون وهذا كاملا هو الشافت اف ذهيوميرس تمام هون مهم تفرقوا انه يعني ما تخربطوا بين الاناتوميكل والسيرجيكال نك الاناتوميكل هو وصف تشريحي ليش لانه دائما علماء الاناتومي ايهد المنطقة اللي بعديها مباشرة بسموها نك اما هاي السيرجيكال نك هي للجراحين اكثر لانه اغلب الكسور اللي بتيجيهم اللي بيعالجوها بتكون في هاي المنطقة اللي هي السيرجيكال وما بتكون بالاناتوميكل نك تمام طيب شوفي عندي كمان اشياء باللهيوميرس عندي الفص اللي موجود هون فيه وحدة هاي هون بسميها الكورونويد فصة وعندي هون الثانية اللي هي الراديال فصة تمام انا هون بهمني هسا الكورونويد فصة وهاي المنطقة هون اللي تحت بسميها كاملة الكندايل يعني هيوميرا الكندايل لا ترى لي بلاقي اللي هي الكابيتيلم وميديالي بلاقي ايش لتركليا تمام فهذا اللي زي الرأس الكابوت معناها رأس فشو سميناها كابيتيلم وتركليا هون هاي اللي بتكون بالجهة الميديالي شكلها زي اليويو تمام اليويو اللي بكوننا نلعب في زمان يعني تمام فعندي ثنتين فصة بالجهة الانتيريار وعندي فصة واحدة بالجهة البستيريار اللي شو بسميها بسميها أوليكرونون فصة هاي الأوليكرونون فصة بتستقبل الأوليكرونون بروسس تبعت اي عظمة الألنة تمام الأوليكرونون بروسس تبعت الألنة بتجيب تدخلهون وهون الكورونويد فصة بتستقبل الكورونويد بروسس تبعت الألنة والرديا الفصل بتستقبل الHead of the radius كمان شغل اللي مهم نحكي عنها اللي هم الإبيكندال والرج اللي فوق الكندال دعينا هون نظرها شوي حكينا هاي المنطقة شو اسمها كندالie المنطقة اللي فوق الكندال مباشرة على اليمين وعلى الشمال او على الميديا اللي واللاترال شو بسميها إبيكندالي فمن الجهة الميديا بسميها ميديا الإبيكندال من الجهة اللاترال شو بسميها هاترال إبكندال recibنها سوف نشترلي عليها هنا هذه جهة انتيريار فهذه اللي يمرس اليمين وهذه اللي يمرس اليمين بس يطلع عليها من ورا هنا تخيلوا انه عندي الظهر تمام تخيلوا انه هذا الظهر وهنا هذه الصورة تخيلوا انه هذا البطن من هون طيب فحكينا عنهم هذول وهون بعد اللترال ابيكندال المنطقة اللي فوق الابيكندال سوبركندايلر رج سواء لترال او ميديل يعني هنا كمان الميديل سوبركندايلر رج وهنا بيكون عندي اللترال سوبركندايلر رج طيب هيك خلصنا الان بدنا نروح الى الرادياس والالنة الرادياس وخينا نبدأ بالالنة في البداية عندي هنا من البروكسيميلي بلاقي عندي الاليكرونون بروسيس اللي حكينا انها بتدخل هنا في الاليكرونون فصة وبعديها بلاقي عندي هاي النوتش اللي بيسميها ترقليار نوتش بعديها بلاقي ايش الكورونوايد بروسس ذو العاملين زي حرف السي تمام من فوق هون ومن هون ومن هون الكورونوايد بروسس هاي terms هاي اللي بتدخل فيها اللي هو المذو 47 هاي تبعتلي يومراس تمام يعني هسا لو نشوفها يعني هون لو نشوفها هاي اللي بروسس هون وداخل بنبوين بالأولي كورونوا نفصه تمام بعديها وحكينا wisdom تركليار هنا ترى هذه هذه الحتحة الدائرية تركليار نوتش تركليار نفسها طيب نتحدث عن كرونويد بروسيس هنا مهم أن نكون فاهمين كويس هنا بالألنة أول شيء نفهم أن الألنة والرادئس الألنة تكون ثق وستكون أحب نرو ديستالي الرادئس العكس وإحب ووايد أو ثق ديستالي هسا الجزء النارو تكون في الهد فالألنة بما إنها نرو ديستالي سيكون الحد تبعها بالدستال والرادئس بما إنها نرو من فوق فهذا هو الهد تبعها فهنا هي الرأس تبعها هسا كل رأس منهم فيه بتصل على نوتش مباشرة فهون الألنة فيه عليها راديال نوتش تمام؟ ليش اسمها راديال نوتش؟ لأنها بتأخذ الهد تبع الرادياس يعني ما يسألني وين الراديال نوتش؟ فهي على الألنة تمام؟ مين بتستقبل؟ تستقبل الهد أوف ذا رادياس وهذا الجوينت هنا شو اسمه؟ بروكسيمال راديو ألنر جوينت نيجي على الدستل بالدستل راح ألاقي هنا الهد أوف ذا ألنة الهد أوف ذا ألنة وين برتبط؟ على الألنر نوتش طب الألنر نوتش على أي عظمة موجودة على الرادياس تمام فهي ما تخربطوا فيها فهونا بهاي الصورة وين الراديا النوتش أفذأ لنا هايها هاي الفتحة اللي بتستقبل الهيد أفذأ لنا تمام وهذا الشافت أفذأ لنا طبعا وفي عندي بين الرادياس والألنر في عندي هذا الانتر أسيس منبرين الطرف هذا الحاد من العظمة اللي بيكون عليه الانتر أسيس منبرين بسميه انتر أسيس بوردر أو كريست تمام Enter OCS Crest أو Enter OCS Border وبعداً لما أنزلت تحت ديستلي بلاقي الهد أوف ذا ألنا وبلاقي هيك بروز طالع زي راس القلم شو بسميه Styloid Process كلمة Styloid يعني يشبه القلم تمام وهنا يعني هسا لأنه رح نحكي عن الرادياس Styloid Process of the ألنا في زيها بنفس الجهة Styloid Process of the Radius تبعت الألنا في واحدة زيها بالرادياس تمام طيب هنا شوفوا بهاي الصورة حكينا True Clear Notch Cronoid Process هون Olicron Process اللي هي نفسها هون بعدين عندي الشافت بعدين عندي الهد أوف ذا ألنا وبعدين عندي الستايلويد بروسس وفي عندي هاي الستايلويد بروسس تبعت الرادياس نيجي هون على الرادياس نفسها في عندي هد وعندي نك شوفوا أي هد بعدينك مباشرة وفي عندي هاي المنطقة بسميها Radial Tuberosity وفي زيها على الألنا هون بهاي المنطقة بسميها ألنار توبيروسيتي كمان يعني بس أنا مهمني تعرفوا هون كمان الألنار نوتش هايها لأنها بتستقبل الهد أوف ذا ألنا تمام هاي الألنار نوتش وهي الهد وهي الراديال نوتش هون وهي الهد تبع الرادياس تمام طيب ماذا الإشي ما حكيناه هون ماشي الآن بدنا نروح على إيش على عظام الهند تمام الهند هون هون الشكليست شو بحكيلي بده الاسكافويد والفرس مثل كاربل أول إشي لازم نعرف أنه عظام الهند كم وحدة الكاربلز ثمانية تمام هنا يعني واحد اثنين ثلاث وهاي يعني الرابعة هون يعني هي هاي الثالثة وهاي اللي هون الظاهرة هي الرابعة بعدين خمسة ستة سبعة ثمانية تمام فعظمة الاسكافويد شوفوا أنتوا كيف مقسمين هم صف ميديل صف بروكسيمال وصف ديستل تمام يعني صف أقرب للأعلى لفوق لجهة الكتف يعني وصف أقرب لجهة اليد ولأطراف الأصابع فهذا البروكسيمال رو فيه أربع عظام اللي هم سكافويد ولونيت وترايكوترم وبيزيفورم تمام وعندي ترابيزيوم بالدستل رو عندي ترابيزيوم وترابيزويد هاي الثانية اللي بعدها وعندي الكابيتيت اللي هي الثالثة وعندي إش الهاميت اللي هي الأخيرة السكافويد هي أول واحدة يعني شايفين البروكسيمال رو هي بتكون من جهة الثمب تمام هاي الثمب وهي السكافويد تمام أحضر شوي طيب فهذا السكافويد هسا بالنسبة لأصابع الميتا كارفل احنا دائما بنبدأ العد من وين من عند الثمب فهي الثمب معناته هاي أول متا كارفل وهي الثانية متا كارفل ثالث رابع خامس تمام الميتا كارفل هم العظام اللي ما بعد الكارفل بعملولي مرحلة انتقالية بين عظام الرست وبين ايش بين الأصابع فكلمة متا هي معناتها تحول يعني منطقة تحول كمان شو بدي أشوف هون شوفوا أنه الثمب كم فالانكس عنده عنده تو فالانجيز تمام باقي الأصابع عندهم ثري فالانجيز هاي بالثمب عندي بروكسيمال و دستل فالانجيز أما بباقي الأصابع بروكسيمال و ميدل و دستل فيعني لو سألكم مثلا عن الميدل فالانكس لأي أصبوع بتعرفوا أنه هو هذا اللي بالنصف يعني الفالانكس القبل الأخير تمام الأخير هو هذا اللي على الطرف هون حاطين يعني نيمونيك عشان نحفظها ممكن تحفظ هذا النيمونيك الإنجليزي وفيه كمان يعني نيمونيك آخر اللي هو سلمة لما تلعب بوكر مع أنه يعني الله سمحهم لحاطينه تكسب تخسر كله هلز تمام يعني سلمة سكافويد لما لونيت تلعب تراي كويترم بوكر اللي هي بالبي بي سي فورم تكسب تخسر اللي هم ترابيزيما وترابيزويد كله اللي هو الكابيتات وهلز اللي هو إيش الهامة تمام وهي اللي هاند حكينا هن اللي هم السكافويد بون هون نقدر نشوفها يعني أهم إشي صراحة تشوفوا أنه تقدروا تميزوا العظام سواء على الأنتيرير أو البوستيرير view يعني هون هم طالبين منكم السكافويد فشوفوا السكافويد كيف هي يعني هي هاي شايفين العظمة وانا مقشر هاي هاي العظمة تمام وهون من الميديا اللي هي هاي العظمة تمام هاي العظمة هي السكافويد first metacarpal second metacarpal حكينا عنهم proximal phalanx of the thumb حكينا عنه وال middle phalanx of the middle finger واش وال distal phalanx of ring finger يعني حكينا عن هذول الفلانجيز هس نحكي عن الفيمر ننتقل لل lower limb الفيمر شو فيها اول اش الفيمر فيها هيد بعديها نك زي اي long bone يعني من اللي ذكرناهم بعدين احنا فوق بالهيوميروس شو حكينا في عندي greater tubercle و lesser tubercle صح بالهيوميروس بين في عندي greater tubercle و lesser tubercle بالفيمر ما في عندها tubercles في عندها اشياء بارزة اكثر من التوبركل شو بسميها اللي هم تروكانتر تمام فعندها greater trochanter و lesser trochanter في شغلة ما حكيناها بالهيوميروس فوق انه كيف تعرف اذا انك بالانتيرير ريفيو ولا بستيرير ريفيو اذا شفت ال two tubercles فانت بالانتيرير تمام اما اذا كنت بالبستيرير ريفيو فما رح تقدر تشوف ال two tubercles مع بعض شوفوا كيف هاي بستيرير ريفيو مثلا بس شايف انا هون greater tubercle greater tubercle بتكون لتيرال اما الليسر بتكون anterior تمام فبالبستيرير ريفيو الليسر تبارك الماء بتبين نرجع الى الفيمر كنا نحكي انه عندي هيد و نيك و greater trochanter و lesser trochanter greater trochanter و lesser trochanter من وراء في بيناتهم هذا يعني ارتفاع بسيط في العظم بسميه enter trochanteric crest تمام enter trochanter crest ذكروا انه دايما بالبستيرير سيرفس للفيمر تمام لانه بالانتيرير سيرفس في خط صغير مش كثير واضح اللي هو enter trochanteric line تمام اما الكريست هذا بيكون اوضح فهذا مهم بعدها عندي في البودي تبع الفيمر في عندي هيك خط من العظم ايش بسميه بسميه اللينيا اسبيرا تمام لينيا اسبيرا هنا في عضلات بترتبط عليه وبعدها لو بدي ننزل للجهة الديستل راح ألاقي في عندي كوندايل سنتين وبعديها منطقة فوقيها بسميها ميديا الابي كوندايل ولا ترى الابي كوندايل بالبوستيرير سيرفس يعني شوفوا تذكروا دائما انه هنا لما تكون هيك الكندايل واضحة وفي بيناتهم حفرة فاحنا على البوستيرير سيرفس شو هي هاي الحفرة هاي الحفرة اسمها انتر كوندايل الفصة اما اذا كانت هيك الحفرة مش كثير باردة فهاي المنطقة اللي بيكون يعني فيها الارتكولر كارتلج اللي بيرتبط مع البتلة تمام هذا اللي هون هو منسميه البتلة السيرفس اللي بيكون مغطى بكارتلج يعني هاي نقطة تفريق اخرى كمان انه هاي هون في عندي كارتلج اما هون بيكون عبارة عن بون تمام طيب هذول حكينا عنهم وهاي هسا اللي حكيناهم الهيد والنك والقراتلتوكانتر واللسرتوكانتر هون في نص الهيد عندي ايش عندي زي حفرة صغيرة بيسميها فوفيا كابيتس تمام فوفيا كابيتس يعني الحفرة الموجودة في الرأس تمام بيرتبط عليها لقمت عشان يثبت مين يثبت الفيمر الفيمر بالانتيري ريفيو هون زي ما حكينا عندي هذا البتلة سيرفس بين اللتيرال كندايل والميديا كندايل وفوق الكندايل عندي ميديا الإبيكندايل اللتيرال إبيكندايل وبس هذول اللي حكينا هون هون كيف نعرف مين الميديا ومين اللتيرال يعني إذا جاب لكم هيك صورة يعني زي الصور اللي قاعدين منشوفها هون فالفيمر دائما تذكروا انها مايلي باتجاه الميديا تمام يعني مدامها مايلي هيك فهي الجهة هي الميديا هون شوفوا مثلا هون الصورة لما جاب لي باستير ميديا هي مايلي بهذا الاتجاه فولن الميديا اللي رح ألاقي هو هون وهذا الاتيران تمام فهيتذكروها يعني بالفيمر طيب باستير ميديا حكينا لما أشوف الفيمر من وراء عندي هذا الانتر تركان تركي كرست تمام وعندي اللينيا أسبرا هون اللينيا أسبرا طبعا هي أشياء بشوفها باستير ميديا هي والانتر والأضافة للإنتركندايل فوصهاzt في السابر هو ارضوها Valent Virtual View فانتبهوا انشياءولaku بالitenere view اذا جاب لك مثلا خيار confirmation والصورة لأنتيرير verte هذا 분� splitting ستكون هناك معقول تمام؟ بأين يكون الكوناعان بالجهة ال cachVE نحن نرى الهمرس و JENNY في اللغة الدستال في نهاية العظم تمام؟ أما التيبيا فبتكون الكندال استبعتها وين؟ بالجهة البروكسيمال فيها ميد الكندال وليتر الكندال طبعا وفيه هنا تيبيا التوبيروسيتي وهذا هو الانتيرير كريست أو الانتيرير بوردر للتيبيا يعني عبارة عن طرف حاد من العظمة موجود هون طبعا هاي هنا بس في خربطة بسيطة اللي ترى الكندال هو تابع للتيبيا مش للفيبيولا يعني نيجي نحكي عن الفيبيولا هون في عندي ايش الهد تمام الهد تباعها يعني هو اللي مطلوب نعرفه هس على الديستال اند هذول العظام بكونوا ايش مفصل الكاحل تمام؟ مفصل الكاحل شوفوا هون كيف عندي هاي التيبيا وهاي الفيبيولا وهاي عظمة بسميها التالس تالس تمام؟ هاي التالس ترتبط مع الثنتين هسا التيبيا من هون بتعمل لي الميديا الماليولس هاي المنطقة البارزة من القدم تحت عند منطقة الكاحل بسميها ميديا الماليولس وهاي المنطقة البارزة هون بسميها لتيرال ماليولس هذول الثنتين بيحموا الكاحل من انه ينخلع تمام؟ فهم بيعطوا زيدة عاملة هون عالصورة بشوفها لتيرال ماليولس وميديا الماليولس بالنسبة للربس فالربس فيه خصائص typical يعني موجودة بالربس typical شو هنه اللي هم الهد وبعديها نك هاي برضو تذكير انه كل هد بعدين نك هون بعديها في عندي tubercle وهي tubercle ذكروا T من tubercle انها بترتبط مع الترانسفيرس بروسس off thoracic vertebra تمام؟ فالتبركل مع الترانسفيرس بروسس والهد مع مين؟ برتبط مع البدي تمام؟ ذكروا هد مع D مع البدي D تابعتها تمام؟ بس اذكر هون T مع T ترانسفيرس مع tubercle وبعدين عندي هذا الشافت اللي هو البدي وهي منطقة التحول بسميها الانجل يعني هون مأشر عليها نهاية العظم هون بترتبط مع ايش؟ مع cartilage فهذا المفصل اللي بين العظم والcartilage بسميه costochondral junction تمام؟ وعلى البدي من جوه من الجهة الميديا اللي بلاقي عندي هاته costally groove عبارة عن شق في العظم بيكون موجود فيه عندي arteries و veins و nerves تمام؟ اللي هم الانتركوصل arteries والانتركوصل veins و nerves طيب هاي الاشياء الموجودة هون يعني شوف كمان لاحظوا ان الهد عليه two articular facets والتباركل فيه عندي articular facets هون طبعا هاي من خصائص certificate ribs انه يكون عليه two articular facets في الاتفكال ribs راح اشوف انه ما عنده two articular facets بيكون عنده ايش one articular زي الرقم 10 11 و 12 هون مثلا شوفوا هاي الفيرستريب كيف اعرف الفيرستريب بتكون اصغر وحدة و ايش مقوسة زي هيك تمام؟ يعني هي اكثر وحدة مقوسة شوفوا هاي مثلا تقويسها واسع ما بيكون هيك مقوس اما شوفوا هاي كيف هيك تقويسها ضيق بيكون والbody هون لو اشترلي على هذا هذا هو الbody اما في هاي المنطقة فهي الانجل تمام؟ الكوستو كوندرال جنكشن موجود هون بين العظمة والكارتلاج تمام؟ طيب طيب واخر اشي بالنسبة للفوت هون راح اشوف انه كم تارسل بون عندي عندي 7 تارسل بونز على عكس الكارتل بونز اللي كانوا كم ثمانية التارسل بونز السبعة اول واحدة اللي هي التالس بتكون اعلى واحدة فيهم تمام؟ شوفوا كيف هون هاي التالس تمام؟ وورا اللي هو الكالكينيس وعندي هون النافيكيولار بون بتكون هي العظمة البارزة يعني بالقدم تقريبا اكثر اشي وبعدين عندي هون ايش كم وحدة بظل اربعة وحدة مع اول اصبع تمام؟ او مع اول متا تارسل والثانية مع ثانية متا تارسل والثالثة مع ثالث متا تارسل والرابعة ايش مع رابع متا تارسل وخمسم متا تارسل مع بعض فهذول الثلاث اللي يعني اللي حجمهم واحد بسميهم كلهم كيونيفورمز تمام؟ كيونيفورم عندي ميديل لانها بجهة الميديل وعندي وحدة لتيرل واللي بيناتهم ايش واخر واحدة هون اللي هي اكبر واحد بينهم هذو الاربعة اللي هي بسميها الكيو بويت هم اعتبروها زي هون زي كأنها توك يونيفورمز مع بعض يعني بالحجم لانها بتتصل مع ايش مع توك ميتاتارسلز تمام فهون على الصورة كيف بدنا نشوفها منشوف انه هاي عبارة عن سوبيريا ريفيو للقدم تمام فرح اشوف هون عندي التالس هون الكالكينيس هون النافيكيولر وببدأ من عند ايش من عند اصبع الابهام هاي ميديال انترميديات ولاتيرال كيونيفورم وعندي ايش اخر اشي الكيو بويت اللي هون بالنسبة للميتاتارسلز ببدأ العد من عند الاصبع الكبير فهاي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة بالنسبة للفالانجيز فبنفس الطريقة الاصبع القدم الكبير ايش عنده عنده تو فالانجيز بروكسيمال وديستل اما باقي الاصابع فعندها ايش ثلاث واحد اثنين ثلاث اللي هون بروكسيمال وميدل وديستل تمام فهذون ما تخربطوا بيناتهم كيف نحفظ العظام التارسلز في اختصار بيحكي لك ايش تايقر كبس نيد ملك اللي هو يعني اطفال النمور بيحتاجوا للحليب ممكن تستعملوا برضو هذا النمونكل موجود هون كله بصير يعني الله اعطيكم العافية يا رب وبالتوفيق ان شاء الله